حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب واضعا وجهه على البيت حثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد قال كان رجل من المهاجرين يقال له عبد الرحمن بن صفوان وكان له بلاء في الإسلام حسن وكان صديقا للعباس فلما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بيعه على الهجرة فأب وقال إنها لا هجرة فانطلق إلى العباس وهو في السقاية فقال يا أبا الفضل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بيعه على الهجرة فأب قال فقام العباس معه وما عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت ما بيني وبين فلاء إن وأتاك بأبيه لتبايعه على الهجرة فأبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إنها لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك لتبايعنه قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال فقال هاتي أبررت قص مع عمي ولا هجرة حثنا أحمد بن الحجاج حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزما الباب ما بين الحجر والباب ورأيت الناس ملتزمين البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما أفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكت قلت لا ألبسن ثيابي وكان داري على الطريق فلا أنظرن ما يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فوفقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لعمر كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين ترجمة نانسي قنقر